هل الولايات المتحدة الأمريكية إذا اندلعت لسبب ما وهذا لا نتمناه أبدا اندلعت المشاكل مرة أخرى الصدامات المسلحة هل ستكون مهتمة في عملية التدخل من أجل الحفاظ على الوضع خاصة وأنها قد تؤثر على الجهود لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي كما تعلم سيكون هناك ارتباكا في بغداد هل الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مهتمة في الضبط الأمور في الداخل العراقي إذا حدثت هناك صدامات مسلحة أم سيناريو أفغانستان سيتكرر قادت الولايات المتحدة وشعب الولايات المتحدة جعلوا من الأمر واضحا جدا لا توجد هناك أي رغبة لا توجد هناك أي إرادة سياسية للولايات المتحدة أن يكون لديهم وجود كبير للقوات المسلحة في العراق لا يوجد هناك أي سبب ولا أعتقد أن هذا سيحدث وبصراحة تعلمنا الدروس من الأحداث التي جرت بعد اقتحام الولايات المتحدة في 2003 العلاقة بين العراق وأمريكا هي العلاقة التي كانت تدعو إليها أمريكا من أجل دحر داعش البعض قد يقول حسنا سمعنا الرئيس الأمريكي السابق يقول أن داعش قد هزمت في 2017 ورئيس الوزراء العراقي في كانون الأول قال أن داعش قد هزمت ولكن متبقيات داعش لا تزال موجودة لا يزال هناك جيوب لداعش في بعض المناطق في محافظات ديالا ديالا التي هي إلى الشرق من بغداد وكذلك جبال حمرين وكذلك في بعض المناطق الجبلية التي تمتد من الشرق إلى الشمال في مركز العراق هناك بعض الجيوب لداعش مجموعة صغيرة تعيش في تلك المناطق ولا يزالون قادرين على مهاجمة القوات الأمنية والمدنيين هناك أيضا بعض مجموعات داعش شمال بغداد في المناطق الريفية وكذلك في محافظة أنبار والمناطق الصحراوية لهذا السبب فإن الولايات المتحدة تبقى لتحاول تقديم المشورة والمساعدة من خلال قيادة القوات المشتركة في العراق وهذه المساعدة تحدث فقط من قواعد عراقية في بغداد وواحدة في الأنبار وفي أربيل مناطق الصغيرة مواقع صغيرة الولايات المتحدة غير مهتمة أو لا تريد أن تحل مشاكل العراق السياسية عن طريق زيادة القوات ترجمة نانسي قنقر